اشتركوا في القناة بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول الصيني البارز إلى مصر مشيرا سيادته إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعضة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين كما طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جيم بينج حيث قدم سيادته في هذا الصدد الدعوة الرسمية خلال المقابلة للرئيس الصيني لزيارة القاهرة في المستقبل القريب وقد استعرض السيد الرئيس جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومساعيها لتعبئة الجهود الدولية في هذا الإطار باعتبارهما الخطر الأول الذي يهدد المنطقة والعالم بأسره مؤكدا سيادته أن التنمية وتغيير الواقع للأفضل يمثلان السبيل الأنسب في هذا الإطار إلى جانب الجهود الأمنية كذلك التوافق حول أهمية الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين البلدين لما تمثله من تعزيز لعلاقات الود والصداقة على كافة الأصعض السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين حيث أعرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر لسيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية أخذ في الاعتبار جهودها الحثيثة في تحقيق التنمية في مصر خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة اشتركوا في القناة